أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن التقنيات الجديدة مثل الهواتف الذكية والشاشات التفاعلية ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت متأصلة في الحياة اليومية للأطفال حيث أصبحوا مواطنين رقمين وأشهر المركز في تحليل جديد أصدره إلى أن تعرض الأطفال لتكنولوجيا الحديثة يمنحهم العديد من المميزات من بينها التطور المعرفي الأسرع والإبداع وحرية التعبير وبناء العلاقات ومهارة حل المشكلات واكتشاف القدرات والمواهب وزيادة الاهتمام البصرية لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن استخدام مثل هذه التقنيات قد تكون له أثار ضر خطيرة على صحة الأطفال في المدى الطويل ما يجعل هذا مصدر قلق على الصحة العامة ويؤثر في الصحة العقلية وزيادة احتمال إصابة الأطفال بالسمنة ومشكلات سلوكية وعدم انتظام النوم وضعف الأداء الأكديمي بالإضافة إلى التنمر والاستغلال الإلكتروني للأطفال اشتركوا في القناة